معنا عبدالهاتف الآن واحد من أهم وأبرز الأسماء الكبيرة في تاريخ النادي الإسماعيلي كابتن الكبير كابتن أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي يا كابتن أحمد مشرف ومنور الله خليك كريم وحبيبك وانت طيب دايما وبخير نهاردة الإسماعيلي نتحدث عن وضع أصبح متأزم أكتر بخسارة اليوم أمام النادي الأهلي مباراتين فقط يفصلون النادي الإسماعيلي عن انتهاء الموسم ويبقى الإسماعيلي في منطقة للأسف بنقول كده في منطقة خطر طبعا خليني حضرتك وحي جمهيرك إنما طبعا أنا حدق من الآخر إن شاء الله مش يخطر إن شاء الله بإذن الله بفضل عبده بجمهيره وفضل تاريخه موجود إن شاء الله بإذن الله إنما أحنا بنتكلم في مرات النهاردة طبعا مبروك الآن إنما أحنا عارض لأقود لي أحنا لنا أقول ما تحسبش دبراء كل المحكمين اللي تقل لنا إن الفار معتش من زاوية واحدة تقل لنا إن حكم الفار توقف حاجات كتير يعني عارضة خسرتنا بونط مين يا كبتل أحمد أقالك إن حكم الفار توقف أمش عارب أنا سمعت كده ما مالحق يعني أكيد مالحقوش ياخدوا كرار لا 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 أخدوا كرار اللي حكم نصبار توقف أه تقل لنا كده طبعا أنا ما شوفتش ومش متابعة طبعا إن إحنا لنصبط أه إنما طبعا حتى لو توقف أنا ما نصبتش حاجة طبعا أنا أخسرت بثنين بونط وخلاص يعني حتى إحنا ما اعترضناهش على التحكير من كبتل أحمد الحمد أنظور كم ماشي كويين إنما اللي تقلنا إن القورة تعادت من زاوية واحدة الإعادات اللي إحنا شبناها القورة ما فيهش أي هندبول حتى لو قات في ريكلوا بعد كده في إيدوه ماشي إنما المنطق والعارب يقول لو قات في إيد حد مش هتروح بالقوة تيكور طيب كابتل أحمد كابتل أحمد كابتل أحمد على بعض الصفحات وبعض المواقع فيه كلام منسوب لمحمد حسن إنه بيعترف إن القورة جات في إيدوه هل سألته هل الكلام ده صحيح أصلا ولا كلام خاطئ يا موك يكون اللي تنشر كلام خاطئ يعني أنا أنا سألته إنما قات في ريكلوا قات في إيدوه فمن تأبون برطو يعني الناس كلها شيئة كريمة هو أنت العيبة يعني يعني أرضك واحدة إنما طبعا بقاش عارف الدنيا فيها إيه أهو محمد كابتل أحمد أهو محمد حسن قالك جات في رجلي وبعد كده في إيدي أيوة طيبة إيدي بقى في قانون القورة كله يعني إحنا نعرف شيئا بالقانون اللي نمتعن فيه ونأخذ الرخص عليه نعرف شيئا إحنا سبيني قانون لقانون الخانون بيقول إن القورة من رجل اللاعب لإيدوه ما فيهش حاجة لأنه أتشفل حيعمل إيه القورة ريبة حيعمل إيه إنما أنا أخلمك في منطق القورة بمنطق واحد يعيب قورة كابتل كريم إن القورة تروع بالقوة دي لا يمكن تبقى جات في إيدو أه مش إيدو بس يعني مستحيل تبقى في إيدو بس صح لا تفهم معاك أو إيدو الأول إيدو الأول حتنزل إنت فهمني لو جات إيدو الأول حتنزل صحة إنما لما تيجي ولمس إيدو ما فيهش مشكلة إنما لما أنت تهد القورة منزرها حتى مع تاز أعرف تلفزيون كأنها شبناها أعرف تلفزيون إنت فهمني في الملعب القورة ما فيهش أي حاجة خالص غير حاجة تانية مشهوب فيها طبعا إنا ما نعرفش لأنه ماشي في مجزة عباد ويشي في مجزة حاجة تانية إنما أنا ما أعرفش لأي بيتاني مع الإسماعيلي كده الإسماعيلي أكبر من كده بكتيرا جمع الإسماعيلي محتاج أمانة في كل حاجة يعني الإسماعيلي بتاريخه بالإقديم منطقة بمصر من العيبة ورموز والعيبة مصر كلها لا ما ينفعش الإسماعيلي أكبر من كده بكتير بعدين نازل تزومنا أما بنتعصب ونبنرمز ونحتد في الإعتراض نازل توقفنا وبتيج علينا اللي تبدأ نعمل إيه طبعا أنا أنت بتاعتوا حققه مني طب من يجيب لي حقي بتاعت القورة مش المقروض لما بيأخذ حققه مني كمدير قورة ولا كمدير فني ولا 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 يجيب لي حقي هتجيب لي حقي هو برضو كابتن أحمد يعني بص أنا هقول لك بصراحة يعني هو دلوقتي أنا طبعا نلوم على اتحاد القورة ونلوم على لجنة الحكام ولازم الحكام يمتطورين ويبقوا أفضل حال وكل شيء كويس بس دلوقتي كالتحاد القورة أو لجنة حكام هعمل إيه بعد الخطأ ده يعني أنا هقدر أراضي الإسماعيلي إزاي يعني أنا بحط نفسي مكان اتحاد القورة اللي أنا وإنت نعترف ونقتنع أنه فيه أخطاء كبيرة جدا على مدار سنوات ماضية في تطوير التحكيم بس لما نيجي في موقف زي ده حتى لو الإسماعيلي ده وحق أنا اتحاد القورة أقدر أديك أكتنع زي من غير عقب الحكام يعني أنا أقدر أعقب الحكام هعمل لي أكتر من كده بصاك بالكريم فضلا أنت الفار ده أما جبته عادي أن تعيي العدالة بين كل الفرق لما جايت من زاوية واحدة وده حصل بكثير خزبالك الموضوع ده حصل بكثير أنا أنا أسميه أنا من بقى سميه جمتد ليك أنت بهمني في كل المواقف مش حد بإسمه أو حد بعينه أي حد بيأمل ده يبقى تجليز أنت فهمني وده ده عليها عقوبة أنت فهمني إنما أنا أنا نهاردة تسألني عن رأي الشخصي أنا راضي جدا أنا ده لعبتي رجلتهم بملعب أصرهم النمى ما يخسروش أنت بتلعب ترى بضل أطراق تنقيبوا الأول في الدوري إنما أنت قلت أنت بزيد فرص أكتر من فرصة خطيرة بحج هذا الفني اللي يضر المباراة على مستوى مباراة بنبني عليها إذن بقولك بإذن الله أخوات ده التاريخ الندر الإسماعيل جمعاريته بمطلاته بلعبته ندر الإسماعيل إن شاء الله يبقى مقصد ونبدأ نبدي على ده ورجع الإسماعيلي زي ما كان إن شاء الله وزي الناس كلها بتسمعنا بإسم الله بإذن الله إنما أنا رسالة بقول لك يعني الله يسامح اللي كان السبب إن النادي الإسماعيلي ده وصله أنا عمري ما تحس بنته على حد إنها ما تحس بني عليه بقى إن النادي الإسماعيلي ما يستهلش ده من أي حد يقاب نادي الإسماعيلي جد نادي الإسماعيلي أكبر من كده بسير ويعني فضلت وبعد النور العزيزة وكال على ناس كتير قوي فراتبت حالنا بالإسماعيلي كابتن أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أنا بشهر حالك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وزي ما قلت لحضراتكم مرة أخرى الإسماعيلي فضل لهم مباراتين في منطقة الأهمية أمام الداخلية وأمام الاتحاد السكندري ترجمة نانسي قنقر